حركب بعد وصفك للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام هناك سؤال يعني لماذا يعني بما أن الآن عصر الصورة هي الأكبر والأكثر تأثيرا لماذا لا يرسم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يسمح بعمل فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتم اختيار أحد الموثلين للتمثيل لماذا أيضا أننا نستخدم الزكاء الاصطناعي في رسم صورة للنبي صلى الله عليه وسلم لذلك عدد من المحذورات أولها أن التمثيل أي كان لابد أن يكون فيه حركات وإيماءات وأقوال وأفعال وهذه لابد أن يعرف أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو صائر للنار وقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن يقول علي ما لم أقل فليلجي النار فهذا خطر عظيم جدا أن تلتفت التفاة أو تقول كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها وهو ما قالها هذا خطر يؤديه للنار عائدا بالله من النار هذا المحذور الأول خوف الكذب عليه المحذور الثاني أنه لا يعرفه في البشرية أجمل منه فإذا أردت تمثيله بأي إنسان سيكون ناقصا عن مستواه بكثير ولا يمكن أن يصل إلى مستواه فتكون أيضا كاذبا عليه وتكون نقصت من قدره الأمر الثالث أنه حتى ولو بالذكاء الاصطناعي وصورت صورة جمعت هذه الأوصاف وصورتها سيكون ذلك أيضا فيه محاولة لتأثير على ناقص العقل والعلم بأنهم يظنون أنهم رأوه وأن هذا هو مثل ما نرى الآن كثير من الناس يقولون رأيته مقتلع عمر بن خطاب ورأيته فيتصورون أن هذا الشخص الأمر الآخر المحذورات في هذا أن فيه نقص الاحترام والتقدير لا بد أن نقدره تقديرا كاملا ونعززه ونعزره كما قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة ليس هذا من تقديره ولا من تأثيره فلا بد من التمام والاحترام قد ذكرنا ما كان عليه أصحابه عنده كان ما على رؤسهم الطير فهذا المفروض وذلك كله يقتضي عدم تمثيله بأي وجه من الوجوه وعدم رسم أي تمثال له فهذا منوع لكن الناس رسموا مثلا نعله ورسموا ذيابه صلى الله عليه وسلم لأن هذه وصفها يقربها للناس وحتى العلم ألفه في النعل الشريف تبثال النعل الشريف والعراق في الألفية السيرة يقول ونعره الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينة لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبتوا شعرهما ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين إصبعان إضبطهما وطولها شبر وإصبعان وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع ونصف القدم خمسون وفوق ذاكا ستون في أعلم وهكذا في وصف النعل كثير الذين وصفوا فرسم النعل أو القدحة أو الفراش أو حتى الحجرة النبوية هذا لا يشكال فيه لكن ما يتعلق بشخصه الكريم لا لا يجوز